كل الاحتمالات في جبهتنا اللبنانية مفتوحة بعد نحو شهر من معركة طوفان الأقصى خرج حسن نصر الله في خطاب مطول خيب آمال من كان ينتظر منه موقفا جريئا يرقى لمستوى ما يحصل من عدوان إسرائيلي غاشم على قطاع غزة تحدث رجل المقاومة في لبنان كثيرا في خطاب سبقته عدة مشاهد ترويجية لكنه لم يقل شيئا ذا قيمة سوى تأكيده لفلسطينية قرار معركة طوفان الأقصى وتبرئة نفسه وحزبه وإيران منها ومع ذلك لم يخرج عن دائرة التهديد والوعيد الموجه للإسرائيليين والأمريكيين بأن كل الخيارات مطروحة إذا ما استمرت الحرب لم يحمل الخطاب ما توقعه الناس من دخول مؤثر لحزب الله في مسار المعركة يتجاوز استهداف أبراج المراقبة إذ يبدو أنه سيكتفي بهذا الدور لرفع الحرج عن نفسه وإن حاول التهديد بغير ذلك فإيران لن تضحي به من أجل حماس يقول محللون خطاب حسن نصر الله أعاد الجدل حول دور ما يسمى بمحور المقاومة في الصراع العربي الإسرائيلي وحقيقة انخراطه الجاد فيه وهو من يستقي مشروعية وجوده من مزاعم حماية القدس ومقاومة إسرائيل فبالنظر إلى مواقف المحور في فيلق القدس وحزب الله والحجر الشعبي وجماعة الحوثي من العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة يجادل الكثير بأنها لم تغادر دائرة التصريحات باستثناء المقذفات عديمة الجدوى التي أطلقها الحوثيون في الأيام الماضية ورغم ذلك لا يزال العالم يتساءل ما الذي ينتظره محور المقاومة أكثر حتى يعكس تصريحاته إلى واقع وهو يرى المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة تستهدف آلاف الأطفال والنساء وتدمر عشرات المساجد والمستشفيات والمساكن المدنية سهلات وتباع المدني